موكي اتسي يعتبر أكبر موكي لبيع تصاميم أو أشغال يدوية وفي هذا الفيديو سأريك بعض المنتجات الفلسطينية التي تباع على موكي اتسي هيا بنا ننتقل لموكي اتسي أنا الآن موجود في موكي اتسي لقد جهزت من قبل الروابط والصفحات للمتاجر التي سنتعرف عليها التي تبع منتجات فلسطينية على موكي اتسي الموقع الاول او المتجر الاول الذي يسمى مارينا جروب تبعوا انه يبيع عطور عربية ايضا يوجد هنا الفئات للمتجر للمنتجات المختص في بيعها ايضا يبيع هنا البخور ايضا بالفاشن هنا يبيع كفيات فلسطينية فكما نرى منتجات فلسطينية تقليدية هذا هو المتجر الاول المتجر الثاني تبعوا سماح من يمكن رؤية هنا الموقع من فلسطين يمكن هنا رؤية عدد المبيعات ومن اي سنة هي مشتركة في موكي اتسي فانتبعوا عندما انزل الى تحت تبيع منتجات تطريز فلسطينية تقليدية اما بخصوص الاحدية تبعوا هنا يوجد الفئات التي تبيع يوجد شوز احدية هاند باكز حقائب وهم ديكور وهنا دريسز فساطين وهنا جوليري اند اكسسوريز فئات الاكسسورات والمجوهرات يمكن الضغط على اي فئة هاي بنا ننتقل لدريسز ورؤية الفساطين تبعوا تطريز فلسطيني تقليدي تبعوا هنا الاسعار ايضا كما ذكرت الاسعار في موكي اتسي اسعار عالية لان المنتجات تصميم اليدوية هي تباع باسعار عالية لانه يتطلب الكثير من الوقت لتجهيز منتج الذي يشغل عليه بشكل يدوي فانتبهوا هذه امثلة لبعض المنتجات التي تباع على متجر سماح المتجر التالي متجر الذي يسمى زمن شوب تبهوا يبيع احذية ايضا تطريز فقط يبيع احذية هذه ثمن المنتجات التي يبيعها هذه فقط المنتجات التي يبيعها يمكن رؤية عدد المبيعات للمتجر يوجد اشخاص الذين يتيحوا الامكانية للضغط على السيلز ورؤية ما هي المنتجات التي يبيعت يمكن الضغط عليها ورؤية ما هي المنتجات التي يبيعت على المتجر يوجد متاجر التي لا تتيح هذه الإمكانية فأي متجر لديه الخيار أن يتيح الإمكانية للمتصفحين أن يرى ما هي المنتجات التي بيعت على المتجر أو يحجب هذه الإمكانية ننتقل للمتجر التالي متجر نادية ننزل إلى تحت رؤية المنتجات التي يبيع نتبهوا المنتجات تشحن من بيت لحم فلسطين 1179 مبيعات وأيضا مشتركة على موقع اتسي من 2014 نتبهوا هذه المنتجات التي تباع منتجات بخصوص الملابس أو أوليفود جولوري وإكسسوريز فيمكنكم رؤية بعض الأمثلة للمنتجات التي تبيعها وكما نرى لقد باعت كمية كبيرة من المنتجات وهي أيضا ناجحة وتتيح الإمكانية للضغط على السيلز ورؤية المبيعات التي حصلت على متجرها هذه المنتجات التي بيعت كما نرى جميع هذه المنتجات لقد بيعت ويمكن رؤية أيضا أن الأسعار تباع بأسعار نسبيا عالية طبعا أشغال يدوية ومن حقها أن تبيعها بأسعار عالية لننتقل للمتجر التالي هذا المتجر لسانزليذر انتبهوا من عمان الأردن أيضا يبيع هنا كفيات تصميم أردني أيضا التصميم الأردني قريب جدا للتصميم الفلسطيني أيضا يبيع منتجات غير متعلقة في التطريز أو المنتجات التقليدية الفلسطينية ولكن كما نرى أنه يبيع أيضا منتجات مختصة في التطريز الفلسطيني الأردني أنا ننتقل للمتجر التالي المتجر التالي تبهوا المتجر موجود في بريطانيا لقد باع كمية كبيرة هنا يمكن رؤية صاحب المتجر اسمه الشخصي ننزل إلى تحت ونرى ملابس تطريز فلسطيني تقليدي ممكن أنها تشحن المنتجات من فلسطين لبريطانيا وتبيعها داخل بريطانيا كما نرى هذه هي المنتجات المتجر التالي أثنان ننزل إلى تحت لا يوجد الكثير من المنتجات فقط أربع منتجات تبيعها على المتجر المتجر التالي كما نرى من العزارية فلسطين 91 مبيعات ننزل إلى تحت ونرى هنا المنتجات التي تبيعها تطريز على الملابس على الحقائب على الوسادات فمتجر تقليدي يبيع منتجات تقليدية فلسطينية من البلاد المتجر التالي ننزل إلى تحت ونرى أيضا ملابس تطريز فلسطيني ممكن أيضا موديلات أخرى وليس فقط تطريز فلسطيني لكن نرى فسطين للمحجبات أكثر المتجر التالي تريديشنالي 1994 هنا من الأردن 71 مبيعات تبهوا صاحب المتجر اسمه رياض ننزل إلى تحت ونرى المنتجات التي يبيعها فهذه بعض الأمثلة للمنتجات عبيات وأيضا هنا فسطين فقد رأينا هنا بعض الأدوات للمطبخ وفنجين فهذه هي المنتجات التي يبيعها رياض المتجر التالي هنا نرى من جينين فلسطين شادي فاشنز فقط منتجين يمكننا الضغط على خمس سيلز برؤية المنتجات التي باعها من قبل كما نرى فسطين تقليدية فلسطينية المتجر التالي فلسطينيان كرافتس لا نرى هنا موقع المتجر أحمد مصطفى اسمه صاحب المتجر ننزل إلى تحت ونرى المنتجات التي يبيعها لديه 84 منتج تابعوا هذا هو تطريز فلسطيني تقليدي يشحن من البلاد ويباع على موقع اتسي فهذه بعض الأمثلة يمكنكم الدخول لموقع اتسي ورؤية بنفسكم باقي المنتجات التي يبيعها يمكننا الضغط على 25 سيلز ورؤية المنتجات التي بيعت على المتجر هذه بعض الأمثلة للمنتجات التي نجحها صاحب المتجر في بيئها على اتسي المتجر الأخير هذا هو المتجر ايضا انتبهوا ان المتجر من امريكا من الولايات المتحدة ده اتنين وثلاثين مبيعات انتبهوا هذا صاحب المتجر لا يتيح الامكانية للضغط على سيلز رؤية ما هي المنتجات التي بيعت فلا يمكننا معرفة ما هي المنتجات التي بيعت ممكن نزولها تحت ورؤية المنتجات التي يبيعها نتبهوا هذه بعض الأمثلة للتطريز هذه بعض المنتجات التي يحبون شراءها على موقع اتسي تطريز على غطاء الايفون او الهاتف الذكي او تطريز على الملابس جميع هذه الأشياء على موقع اتسي مطلوبة وتباع فهذه بعض الأمثلة للمتاجر المختصة في بيع منتجات فلسطينية على موقع اتسي والسؤالي لهذا الفيديو اي منتج تفكر بدء بيعه على موقع اتسي اكتب لي بالتعليقات اجابتك لنتبادل الافكار وايضا لا تنسى الاشتراك بقناة الاكاديمية لمتابعة اخر اخبار التجارة الالكترونية والضغط لايك على الفيديو سأراك في فيديو اخر اشتركوا في القناة